اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و النافقة الثانية نفلة الصبب وفيه عندنا نفخة الثالثة اللي هي فوق النفخة الثانية بالمجمل صار عندنا أربع نفخات 0 1 2 3 حالياً رح نشتغل على النفخة الأولى والثانية هي النفخة الوسط والنفخة اللي أعلى شوية مثل ما شايفين عندنا ست ثقوب بالأمام وثقب بالخلف طبعاً الثقب الخلفي مستعمله فقط بالنفخة رقم صفر أو بالنفخة القرار بالنفخة الأولى والثانية بالمراحل الأولى نعيفه مسكر بشكل كامل رح نستعمل هدول الست ثقوب والنفختين طبعاً مثل ما قلت النفختين كل نفخة تعطي صوت معناها فنفني عنات ست أصوات رح تتكرر مرتين كل ستة على نفخة نفخة الأولى رح نعمل ستة والنفخة التانية رح نعمل ستة فبيصير عنا من جمعة معها شو هي العلامات نقدر نطالع بناية الريد رح رقم الثقوب وبثمنى انتو تكتبوا بالطريقة اللي بتناسبكن والشخص اللي ما رح يقدر أو ممكن ما يستوعب كفاية ممكن يبعتلي أو يرسلي فان رح يبعتلو النوطات اللي مقبلة اللي عبنا يدري بس انا متمنى بفضل حسب وجهة نظري الشخص اللي بتعلمي يكتب بطريقة اللي بتناسبه فانا رح اشرح لكم الموضوع بقدر الامكان ببساطة وراح عيدو مرتين وانتو بتحاولوا تكتبوه وتعيدوا الفيديو وتسمعوه بشكل مليح لننخل الاولى رح نرقم الثقوب من الاسفر الى الاعلى ما كما حكينا رح نحن نتخيل الموضوع انه نحن رح نصعد رح نطلع من الريه مثلا ونحن نطالع عند فوق فمنعمل ثقب رقم واحد طبعا رقم واحد في حال يكون مفتوح يعني هيك هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة نقدر نعمل ستة اصوار كل صوت على ثقب رح نتخيل انه لازم نطلع اكتر لفوق لازم نكون عندنا ثقوب اكتر وفي هاب هون طبعا ما عمنا لذلك نحن نرجع للثقب رقم واحد ورح نعطي رقم سبعة لانه رح ننتقل للنفخة رقم اثنين النفخة اثنين بصير هذا رقم سبعة يعني على النفخة الاولى واحد ثلاثة اربعة سبعة خمسة ستة واسم انتقلنا للنفخة التانية هاب بصير تقم سبعة بدل واحد سبعة مانة تسعة عشرة ادعش اتناش نقدر نطلع اتناش صوت او اتناش موطة موسيقية خليفة للنفخة تانية وقت رح ننزل طبعا متل ما انا منزل بنبلش بالنفخة التانية اتناش ادعش عشرة ساعة سبعة ننتقل اللقاء الاولى ستة خمسة اربعة ثلاثة اتنين واحد نبقى عنا صوتين انه في وضعية الاغلاق الكامل للثقوق وقت منسكر كل السقوق بننفخ طبعا رح نعطيه رقم سفر بحالتنا على النفخة الاولى ورقم ستة على النفخة التانية ليش رقم ستة على النفخة التانية لانه وقت منسكر كل شيء وننفخ بالنفخة التانية وهي بيعطينا نفس الصوت اللي نطالع وقت منفتح استقب رقم ستة رح فرجيكم كيف هذا على النفخة الاولى صوت كمان صوت على النفخة التانية وهي نخطط نظام عابرة طريقة لفحصل معي لازم وقت ننفخ كل شيء مسكر على النفخة التانية وننفخ الاتقب رقم ستة على النفخة الاولى لازم يعطينا صوت كمان فهدول الصوتين او هدول العلامتين الصوتين يجب ان يكونوا متماسلات تماما فبر الامكان اذا كان فيه فرق واضح فمعناته انها مش صحيحة اي احد الطرق فنفخص انها جيدة صالحة او لا سأرجع عيد رح نحكي بس بدغط الارقام حاليا طبعا بفترات متقدمة رح نحكي باسماء العلامات الشرقية المهيري وهييني و الاخري هذا بس شرح شوية نظري واحد اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة خمسة وبالنفخة الاولى و او 8 و الدم على سبعة سبعة اكثر نحكي بيقام الشرق لان هدا باي سقب باحتمل خيارين لانه على نفخة اخرى يا واحد يا سبعة يا ثنين يا ثمانة يا ثلاثة يا تسعة و الي اخرى يا ايها على النفخة الاولى الآن العلامات اللي رح انطالعها بالتقوب رح حط الرقم وجنبه العلامة اللي بيطالع العلامة الموسيقية طبعا انتوا لازم تكتبوا هذا الشي على الورقة تحاولوا تراجعوها وتحفظوها كثير مني لان كثيرا هتنستعملات لاحقا ثقب رقم واحد طبعا برجع سكر وقت بقول واحد في حال فتقب مفتوح هيك يعطي علامة الرئي كمان نحن منسمي النايب بصوت أو بالعلامة اللي بيطالع وقت ننفخ ثقب رقم واحد اللي العلامة اللي بتطلع هو اسم النايب إذا قم بتطلع ري فنحن غي اذا قم بطلع مية فنحن لمية مية مية وإلى آخرين 50 رقم واحد ري 2 م م 3 م نصف 4 ف 5 atable 7 لا 8 9 س 10 و وعشرة دو داش دو ديس معاش والاخير ثمار ري وقت بسكر واضعية الاطلاق الكامل بالنفخة رقم واحد بيعطي دو واحد بيعطي ري وصفر بيعطي دو وعالنفخة التانية بيعطي صول اللي هو مثل رقم 6 كتير مهم تكتبوا هذا الشيء ممكن تاخدوا ورقة وترسموه شكل تقريب 9 6-6 6-1 بطرف الاخر 2-3 5-2 بطرف الاخر وتركته تحت هاي الرسمة انه نحن بنفخة رقم واحد وترسمه بنفخة رقم اثنين يعني ترسموا نايتان على الورقة فقط الأرقام والنوتة انه هيك شوف هاي طريقة مليحة بالبداية لنقدر نربط العلامات للحقوق للأرقام الى اخرى وين في خطوة شوي صعبة للناس المبتدئين طبعا كثير مثل ما قلت نظريا هذا شيء شوي خخص ويقالت النال والالات النفقية طبعا بشكل عام نحن لازم نكون عنا 12 تطب مثلا او 14 ونقدر نطالع كل المطاط بس بحيكون مستحيل نقدر نسيطر عليهم الكمة وين بتصير المشكلة؟ المشكلة بتصير بالانتقال بين النفخة الاولى والثانية نحن وين من انتقل ونكون باستقرب رقم 6 وراح نروح لل7 هذا الانتقال هو انتقال عكسي الصوت عبطلع الصوت عبستقاد حدة بس نحن عم نسكر فقوق عم ننزل فقوقها تحت يعني هي عملية عكسية نسكر فقوق اقل بس الصوت برتفع ليش برتفع؟ لانه نحن عم نغير الفتحة الشفاء او وضعية الشفاء هذا الانتقال شوي بالبداية لاحظت مع كثير من الناس مبتدئين نظريا مكتر بفهمه فهو بكل بساطة 6 راح ننفخ او صوت راح ننفخ لا او 7 نحن عم نسكر للمنطق وقت منكون على نفس النفخة وقت منسكر لازم ينزل الصوت يعني اذا بنضلع نفس النفخة بنعمل 6 الصوت عم ننزل لتحت عم ننزل ابعاد اكتر لتحت يعني عم نعمل صول و ر اللي هي تحت الصول بأربع درجات وقت عم نسكر وقت عم ننتقل من الصول الى اللا هي نفس العملية ولكن وقت عم نغير الفتحة اللي عم تغير فقط الفتحة هذا الاختلاف بتمنى شوي كمان تدربوا عليه تمرين كتير مهم لازم ناخده حاليا بعد ما اخذنا على نفس الفقب نفختين بالفيديو السابق اليوم راح ناخد علامتين بس على ثقبين مختلفين لان من هذا التمرين كتير مهم الدرس اليوم شوي نظري اكتر ما هو عملي بس هو كتير منيح بيحضرنا بشكل جيد لنقدر نبلش بطريقة جيدة طبعا متل ما حكينا بالفيديوهات السابقة راح نحاول قدر الامكان الفيديوهات موجهة للناس اللي ما عندها اي خلفية عن الموسيقى وعن قالت النايف راح نحاول قدر الامكان بسط المعلامات وما ادخل كثير بتعقيدات ممكن نتلافاها بالمعحل الاولى دم عنا ملاحظة اخيرة او نقطة اخيرة للفيديو تبع اليوم متل ما حكينا العلامات راح عيدهم سريعا ري مي بيمول مي نصف بيمول فا دياز صول لا سي بيمول سي نصف بيمول دو دياز ري فهذه العلامات المنطرن في حالة فتح الثقل بشكل كامل اذا ملاحظ عم نبلش ري وننتهي ري طبعا واللي هو اكتاب ما يعني اكتاب؟ يعني منبلش في علامة وننتهي بنفسها التجواب يعني ري مي فاصل لا سي دو ري أو دو ري مي فاصل لا سي دو وإلى آخره هذا هو الاكتاب في علامات غير موجودة اذا لاحظنا بناية الري اللي هي لدينا ري وعننا مي بيمول ومي نصف بيمول بس ما عنا مي نتوريل أو مي بي كار لدينا فا فا دياز صول لدينا لنا سي بيمول سي نصف بيمول وما عنا سي نتوريل أو سي دي كار لدينا دو دو دياز وري المي بيمول هي طبعا لازم تقع هون بين المي نصف بيمول والفا نستعمل انصاف التقوة فحنحكي فيهم لاحقا بس حبيت بس نوّل إذا حدث سأل لانه وين المي نصف وين المي نتوريل والسي نتوريل أو المي بي كار والسي دي كار لدينا علامات موجودة ولكن لازم نحتال عليهم لنقدر نفعل لازم نعمل طريقة أصعب من الطريقة الاعتيادية يعني ما نفتح فكر بشكل كامل نفتحه بنصف فتحه أو عن طريق النفس أو عن طريق حرف النهي رح نحكي على هالأشياء لاحقا أتمنى تكون استفدتوا وما تنسوا دائما بعتولي أي سؤال تحبوه وأتمنى مثل ما قلت تكتبوا أي العلامات على ورقة تحاولوا تراجعوها وتردوها 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 بين الآلة والأصابية لنقدر بالفيديو القادم إن شاء الله سنبدأ بالمقامات ونحكي عن المقام والأجناس الموسيقية ناخذ مقام البياذ إن شاء الله وأتمنى تكونوا استفدتم منيح بهذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتخفيص بالجرس وتدعموني باللايك لأقدر التابع معكم إن شاء الله توقعوا بخير إلى اللقاء